أهلا بكم مشاهدين استكمالا لمسلسل الاعتداءات الوحشية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعاني المنظومة الصحية والطبية في مدينة رفح الفلسطينية من كارثة إنسانية وشيكة علما أن عدد المستشفيات في رفح ثلاثة فقط أحدها خرج من الخدمة وأجزاء من الأخرين أيضا خرج من الخدمة وهذا تحت وطأة عدوان الاحتلال وحصاره للقطاع برمته كارثة إنسانية أخرى تضاف إلى كوارث القطاع المحاصر المكلوم حاليا أول هذه المستشفيات هو مستشفى شهيد أبو يوسف النقر وهو مستشفى تابع لوزارة الصحة الفلسطينية ويقع في شارع أبو بكر الصديق وهذا وسط مدينة رفح تبلغ ساعة مستشفى الشهيد أبو يوسف النقر نحو 65 سريرا ويبلغ عدد القوى العاملة فيه حوالي 312 موظفا يقدم المستشفى خدماته من خلال أقسامه المتعددة وهي الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية والأشعة والعمليات والرعاية اليومية والجراحة والباطنة والأطفال والمسالك البولية والغسيل الكلوي المستشفى الثاني هو مستشفى الهلال الإماراتي تابع أيضا لوزارة الصحة الفلسطينية ويقع المستشفى في حي تل السلطان غرب محافظة رفح الفلسطينية تأسس عام 2005 ليقدم خدمات الولادة الطبيعية وعمليات الولادة والحضانة وخدمات الطوارئ كذلك يضم 72 سريرا ويعد أحد المستشفيات القليلة العاملة المتبقية في جنوب قطاع غزة وقد زودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالإمدادات الأساسية مثل الأدوية ومستلزمات الصحة الإنجابية وصحة الأم لكن المنشأة الصغيرة غير مؤهلة للتعامل مع كارثة بهذا الحجم آخر مستشفيات رفح الفلسطينية هو مستشفى الكويت التخصصي الخيري والذي يقع في رفح الغربية مقابل مدرسة رابعة العدوية وهو واحد من أهم المنشآت الطبية في مدينة رفح تأسست المستشفى في العام 2007 تغطي خدماتها نحو مائة ألف مواطن فلسطينية وبعد العدوان الأخير على غزة حيث أصبحت المستشفى الوحيد في وسط المدينة فأصبح أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن لا تتوفر الرعاية الصحية لهم إلا من خلال المستشفى الكويتي ومع تدهر الأمور بخروج مستشفى أبو يوسف النجار من الخدمة لم يتبقى سوى مستشفى الهلال الإماراتي ومستشفى الكويت التخصصي والتي تعاني من نقص الخدمات وقلة أسرة المرضى مما ينظر بوقوع مأساة إنسانية جديدة شكرا